طال وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص أنه يعمل على اتخاذ كل الجراءات اللازمة لمحاربة الفساد والحد من انتشاره عبر استخدام الأدوات الرقابية وتفعيل دور إدارة التفتيش والتدقيق وضاف الحريص عقب اجتماعه بقياد وزارة الخدمات أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو شيخ صباح الخالد الحامد الصباح رئيس مجلس الأمة أو رئيس مجلس الوزراء لمحاربة الفساد والحد من انتشاره في المؤسسات الحكومية وأوضح الحريص أن تفعيل هذه الإدارة جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 283 الذي نص على تكليف كل الجهات الحكومية بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق يتولى الإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة